مستودع مقفل ومخازن فارغة هذا هو حال مستودعات توزيع استوانات غاز الطهي بمدينة ترهونة نقص حاد فاقم أزمات المواطنين بالمدينة التي اضطر سكانها للجوء إلى الأسواق الموازية ودفع أثمان مرتفعة لإقتناء استوانة غاز والله ينحمل مسؤولية للشركة ليس موفرة ليس للمواطن والله للموازعين يحملها للشركة لأن الموازع يبعد سيارته أم تجيه في المرات ما تجيش معاش ترجع للا بعد أسبوع مرات عشرية والمواطنين قد يستنى أزمة لا تنفرد بها ترهونة وحدها فاستوانة الغاز باتت الشغل الشاغل للمواطن الليبي في مختلف المناطق وأضحت الطوابر أمام مستودعات التوزيع منظرا مألوفا في الكثير من المدن بلد ترهونة بدوره حمل شركة البريغة لتسويق النفط والغاز مسؤولية الأزمة بعد تخفيض مخصصات المدينة من استوانات الغاز بترد إلينا شكاوي من المواطن بترد إلينا شكاوي من صحاب المحلات الآن موجود عندي شكو من كل محلات مقايم في المحلات أن مخصصات ترهونة في فترة رفيرة نقص بشكل بير يعني السبب موجود عند شركة البريغة للتوزيع شركة البريغة والتي تعد المزودة الرئيسية للطاقة في البلاد حملت بدورها المسؤولية لموزعي الغاز متهمة إياهم ببيع الاستوانات بالجملة وأقفال أبوابهم أمام الواطنين نظر لتفشي ظاهرة بيع الاستوانات بالجملة من قبل موزعي الغاز تطلب الأمر وضع إجراءات رادعة لموزعي الغاز وبين كل هذه التجادبات تظل المستودعات مقفلة ومعاناة المواطن متواصلة في انتظار فرج قريب